لطول هل هي حرب دينية؟ نعم هي حرب دينية في عدة شواهد بتأكد ذلك أول الشواهد دي اللي هي زي اللي احنا تكلمنا عنها يوم الأربع اللي هي مصطلح عمليك مصطلح عمليك ده ده مصطلح لوح عمليك ده اللي ورد على اللسان بن يمين نتنياهو قال ان الفلسطينيين والعرب هم عمليك عمليك ده مصطلح له دلالة دينية ورد في التوراه ان الرب بيأمرهم بمحوا ذكر عمليك من تحت السماء لا تنسى امحوا ذكره اقتلوا رجل او امرأة طفل او رضيع بقر غنم اقتلوا بيد عمليك عن آخر واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان الفلسطينيين مو ماش عمليك على الاطلاق عمليك من ابناء إسحاق ابن إبراهيم واحنا العرب من ابناء إسماعيل فإذا ما فيش صلحة عرقية بين العرب وبين اللي هي عمليك والفلسطينيين ابناء حام ما فيش صلحة بعيدة تماما يعني هو حاول يزور في النسب التاريخي عمليك دول ناس جنس تاني عرق تاني عرق تاني مختلف تماما طب جابهم ليه علشان وردت ثلاث مرات الرب بيؤمر بإبادتهم الرب بيؤمر بإبادتهم تماما رجل امرأة طفل رضيع حتى البقر حتى الغنم يقضي عليهم تماما هم من وجه الأرض دول عمليك ده عندهم في التوراق ده موجود ده فيعنا موجود في التوراق أيوة موجود في التوراق يقتروا عمليك لكن عمليك دول مش الفلسطينين ولا العرب ولا العرب مين هم بقى؟ ما أعني بقول ابناء اللي هي حفيد عيسو عمليك ده حفيد عيسو يعني اللي هو توقم يعقوب اللي هو يعقوب عرب اللي هم فين دلوقت يا دكتورا مالهمش زكر خالص ليهما موجودين ناس اندسروا يعني هو حاول يستدعي هذا النص الديني لتلبسه الفلسطينيين بيسقطوا على الفلسطينيين وعلى العرب وهم مش الفلسطينيين والعرب ده اسمه غش وتدليس تدليس لمحاولة لمحاولة تبرير القتل تبرير القتل انه بأمر الرب ده حتى افتراء على الرب افتراء على الرب ده كلام نتنياهو جابه من ايه الكلام ده موجود عندهم الحخامات قدلوا بيه وانا قلت لحضرتك في كتاب تورة همالخ اللي محضرينه للمسيح لما ييجي الأمر بقتل الفلسطينيين برضه قال انه عمليك دول الفلسطيني والعرب جابه من ايه من سنة اربعة وسبعين من سنة اربعة وسبعين المصطلح ده يعني بعد حرب تاتة وسبعين المصطلح ده بدأ يظهر في الكتب العادية في الكتب العادية اي كتاب بيقولك قبل اي حرب الغزة كانوا بيدهم حضرة تسكفية للجندي انت رايح في غزة الفلسطيني بتاع غزة ده هو دعا مليك بتاخدكش بيه شفاقة ولا رحمة وحتى فيه فيه رسالة بين جندي لسه صغير لسه مجند وبين الحاخام بتاعه تعرف في اسرائيل لازم كل واحد يتخذ ليه حاخام علشان يسأله في ادق الامور لاصعب الامور فيه رسالة متبادلة فالحاخام بعثله للحاخام بتاعه قول لي انا يعني العربي الاعزل هل اقتله طب الرجال والنساء والاطفال هل اقتلهم طب يعني وماذا عن طهرت السلاح فبعت قال له بعت قول بعثله الرد طبعا مش عايزة اطول على حضرتك في الرد بعثله الرد ففي الاخر الطالب ده قال له اشكرك جزيلا الشكر انا فهمت رسالتك ان هنا مش استنى لما تصنح الفرصة وانا اقتلهم ده واجب ديني اقتل اي عربي طفل رجل امرأة مفيش حاجة عندهم اسمها بابرياء ده ده واجب ديني ده الحاخام فهم الجندي ايوة ايوة ما قال له شكرا انا فهمت من رسالتك وده واجب علي حتى لو تعرضت المحاكمة العسكرية من قيات طب هو القانون الاسرائيلي ما بيعطفش بكلام ده لا ده بيسمح لهم وبيدفع عنهم يعني اللي قتل اسحاق رابين طلعوه من السكن ليه بقى قالوا لان اسحاق رابين لان ده قال لك بقى بأمر الطورة طورة قالت لي اللي بيتاردك وبهدف قتلك سارع وقتله طب اسحاق رابين بتقردهمش بس الحاخامات فهموا كده في كل العشان كان بيعمل سلام على العرب اه يبقى كده بيتاردك بيتارد لسجرة بتاعتهم فقتلوه بيتاردك في أرضك وبرضو نفس على اساس القاعدة دي بيتأتل كل الفلسطينيين ده بيتاردك في أرضك وعايز تطلعك من أرضك هم مؤمنين دي أرضهم والفلسطينين بيتاردوهم فقتلهم واجب دين ايوة وتنفيذا للقاعدة اللي تقتل بيها اسحاق رابين وقال طب المرأة الحامل بتقتلها ليه قالك اتنين قتلتهم برسلسة واحدة ده كويس جدا بردودا أمرديني